اتفرج على المحاضر اللي اتبعت. تمام? طيب. لو بدأت طبية عطرية نفس الفكرة. هتفرج على الفيديو ده. لحد ما نعمل بقى الكورس بتاعها ان شاء الله. فيبقى كده لو بدأت طبية عطرية عايز اجراءاتها عندك اكتر الفيديو ده موجود. طيب اسمده وبدأت الفيديو ده موجود. السرع زراعية وانا ما اشترطش روجستيات. انا عبعت لك الفيديو بتاع. يبقى احنا كده ايه? خلصنا اجزاء بتاعة الزراعة. طيب. عندي تالي طب انا منتج مستعدارة تجميل. او ادوية. او مكملات. مستعدارة تجميل او ادوية او مكملات. التلاتة دول. لازم بقى ندكش شوية لان الموضوع هنا مختلفة. هنا دخلنا احنا اتكلمنا على المنتج الصناعي العادي. هنا عن منتج الصناعي الزراعي. الغذائي. هنتكلم دلوقتي عن منتج الصناعي بس هو مكملات وادوية. لازم ناخد بالنا محتة مهمة جدا. وليه في الادوية بالذات. في حاجة اسمها مقابلة الشركة اصلي. مش مقابلة الشحنة. مقابلة الشركة اصلي. لو انا هفكر ان اصدر مستعدارات تجميل او مكملات مش مستلزمات. ان عندي القطاع في ايه? مستعدارات تجميل في مكملات في ادوية في مستلزمات. المستلزمات ده صناعي عادي. منتج الصناعي عادي. تمام؟ لكن انا بتكلم دوتا على ثلاثة. ادوية مستعدارات تجميل مكملات. التلاتة دولة. لو انا هفكر ان اصدر المنتج ده في اصلا اجراءات ما قبل الشركة اساسي. لازم اخذ بالي منها. طيب زي ايه? اولا. لازم اختار وضعات الصحة يبقى باسمي عشان نصدر باسم. مش هنا بقى مش مش اتكلم على السجل الصنوعي واخد تنازل والكلام ده كله. لا. انا بتكلم على اصلا المادة الفعالة تحت المستعدلات التجميل انا صنعتها. مش هروح اصنع كده مش ما ينفعش اي حد روح اصنع دواء ولكن اصدره. او اصلا حد نستخدمهم حليا. او واحد مثلا انت هتسلم انكم عبي كم زيت كم زيت على بعض ولكن انا عملت زيت شعر. ويلا بقى نصدر. مينفيش. مستهدرات تجميل او مكملات او ادوية يبقى على طول اول اول الف بيقول اختار وضعات الصحة يكون باسمك. في ناس بتعمل حيات تانية بتشتري ملف اصلا كامل على بعضه كده. ممكن يخشيه مسلا مبلغ ما تقدره مسلا اننا المنتج ده تصنيعه والمكملات بتاعته باسمي انا من وضعات الصحة. عام? فده كلمة ان انا اصدر مستعدلات تجميل. اول حاجة اصلا العامية هتطمع منك اختار وضعات الصحة. تمام? ومعاك طبعا السجل التجاري. السجل المصدرين. هنا في العقد طبعا لو انا مكتب مش لازم يكون عندي مصنع. يعني مصادرات تجميل وادوية. بدام انت اصلا واخد الاختار باسمك. تمام? وميضات الصحة. فهو هنا بيعفيك من موضوع السجل الصناعي. هو يقول لك هاتلي عقد تشغيل خارجي مع مصنع عنده السجل الصناعي. وانا اعتبه لك بمثابة السجل. يعني العقد دوت بمثابة السجل الصناعي. ده في حالة المستعدلات والادوية والمكملات. فهنا بيعتبر ايه? ان العقد تشغيل الخارجي ده هو هو السجل الصناعي بتاع الشركة دي. بالجمعات بجيب معانا صور السجل الصناعي بتاع الشركة. بتاع مصنع انت اصنع عنه ده. انا مثلا هتلاقي مثلا العبوة مكتوبة عليها ايه? تم التصنيع مسلا في مصنع كزا. اللي هو بتاع اللي هو مع السجل الكورنان ده كله. لصالح شركة كزا. اللي هو شركة او ماتكة حدارك انت واخد بها اختار. بدأ من الاختار تصحة معاك. هيطلب منك. اه الاختار ان انت فعلا متوافق ان المادة دي تنتج. او تصنع. تمام? هي صنعها لك. هيبتي على العبوة من وراء. تم التصنيع في مصنع كزا. لصالح شركة كزا. تمام? فده كده ايه? اول فكرة او اول حاجة لو انا عايز اصدر مستحضرات تجميل. طيب ايه اللي بيفرق دواء في التصدير عن مستحضرات عن مكملات. الفترة التسجيل لدى العميل. فترة في التسجيل لدى العميل هي بتفرق من دواء ولا مستحضر ولا مكمل. هتلاقي مصررات تجميل مكملات. التسجيل فيها عند العميل بيبقى بسيط شوي. ممكن ياخد من شهرين لست شهور. طيب. الدواء ممكن يقعد سنة او اكتر من سنة في الموافقات عند العميل. عشان يوافق لك ان يدخل الدواء ده. بس هي الفكرة ايه? ان انت بتعمل موضوعات مرة واحدة. يعني طيب يعني التنفيذ شكله عملي ازاي. تبقى عارف بس. يعني دلوقتي هحكي لك حكاية كده. انا بنفس الدرقة كده كتير مستحضرات تجميل. فانا هحكي لك ايه اللي بيحصل بالزبط. انا دلوقتي شركة مستحضرات تجميل او مكتب مستحضرات تجميل. ومعايا. معايا بسلا ايه? الاقطار بتاع دواء متصحة باسمي. تمام? فانا خلاص بقى معايا اسم شركة براند بتاعي. هو عارف التعبئة بتاعتي باسمي وكام ده كله وعامل بتاعي. ومضبط الدنيا وجاهز ان انا اصدر خلاص. فهبدأ استخدم كل طول التسويق اللي احنا اقول عليها عشان اوصل للعمل. صلت العميل. خلاص صلت العميل تمام. هيقول لك اول حاجة ده بقى العميل ده ده كده العميل بيكلمك. وقول لك اول حاجة المنتج ده تبعات لي الاتي. صور في الاول اخترضت الصحة بتاعك. المصنع اللي انت بيصنع عنده معايا الجي ام بي ولا? في بعض العملة بيطلبوها في بعض العملة بيطلبوها. ايه هي الجي ام بي دية? اسمها جود مانيفاكتشر اجري اه براكتس. جي ام بي. معناها ايه? او التصنيع او الممارسات الصناعية الصحيح. ده شهاد الجودة المصنع اللي بيطلعها. اللي هو المصنع اللي بيصنع المكملات او الكلام ده كل. هو اللي بيطلعها مش انت. هتسأل المصنع قبل ما تعمل معها العقل. هل انت معاك جي ام بي? في بعض العملة بيطلبوها في بعض العملة بيطلبوها. تمام? دي اول حاجة. هيطلب منك يختار وزاة الصحة. هيطلب منك صورة للمنتج. اللي ايه قوت بتاع الباخرشن شكله عمل ازاي? هو ممكن اصلا يغير فيه. واقول لك بكرا ان شاء الله لما اتكلم عن برايفيت ليبل. هاتكلم عنه بالتفصيل. اقول لك هيطلب منك ايه الظبط. هو هنا هيطلب منك الشكل العلبي عامل ازاي? هيطلب منك حاجة اسمها الفريسيل. بدي طلع برضو بداية من تخط اختار وزاة الصحة من صورة الصحة. مع كل شوحنة هتطلب منهم تطلع حاجة اسمها الفريسيل. ايه الفريسيل ديات. شهارة البيع الحر او ان انت بتقول للبلد بتاعت العميل ان انا بفهوض الشركة ديات ان هتبيع المنتج ده عندكم. هام? اقول لكم منك عقد وكالة حصري. طيب ليه حصري? لان هو بياخد وقت في تسجيله. عنده ناحية تانية. اه هو يقول انا مش هوقت لها ساكل ده كله. بيجي واحد تاني يدخل معاه بضاعة وهو ما عملش ورا اي حاجة. فا اول حالة يطلب منك حاجة اسمها عقد وكالة حصري. وانا طبعا ان شاء الله اخر محاضرة هتديكو نموذك للعقود. تمام? وهقولك لو حصري هتقوله ايه وتعمل ايه في حصري وهكذا. تمام? وهديك عقود اصلا يعني هي يعني اشتغلنا بيها فعليا في الارض الواقعية. تمام? فا ايو يطلب منك شي جي ام بي له هو العميل طلاب هيعنده في البلد بتاعته. ويطلب منك الشهات المكونات التركيبة النسب بتاعتها عاملة ازاي? طبعا برضو بتطلع من وزارة الصحة. يقولك بقى ايه? انا عايز مسلا ايبدأ يقولك لو انت بعدت له الصور هيقولك طبعا انا مسلا هاخد المنتج ده والمنتج ده والمنتج دوت والكميات بتاعتنا كزا. يبعث لي بدا كله اصل على البلد بتاعته ويبدأ هو يشتغل في الموافقات. اللي ده ما قلنا المستحضرات والادوية والمكملات بتاخد من شهرين ستة شهور حسب قوة الرجل ده مع السوضات الصحة اللي عنده ومش اعرف ايه وكده. بس وانس ان انت عملت ده فطول مجدة العقد انت شغال بدونه بدونه ده كله. بتشغل كميات دخلة على طول من دول وقت يعني الوردة هي مرة واحدة بس اتعبالك. تمام? والمنتج ده مش هناك فكل شو احنا هيطلبها مش كل مرة هيطلبها هيعمل منك الوردة. هيطلب منك الوردة. تمام? فده فكرة اللي انا انا اشتغل مستحضرات او ادوية او مكملات. تمام? فلازم جدا ابقى فاهم الموضوع ده. يبقى مش اي حد بيصدر مستحضرات تجميل. الا لو انت معاك اختار وضع تتصح باسمك. تمام? طيب انا مش معايا يا وعاية صدر يبقى كده انت هتشتغل مع الشركة اللي معاها الاختار. يبقى انت الكل الشو اللي هتعمله انت هتعمله الشركة اللي معها الاختار. مش انت. اه في حد عن تسئل عن موضوع المستحضرات التجميل دي? اه في حتة اه مستحضر. مستحضر. عقد الوكالة الخصرية ده هي الحتة اللي بتاع شهارة البيع الفورد يا مش راهيب اينا. فهي اللي تتبيع الفورد. فانا انا لما العميل يطلب مني الفريسيل بروح وزارة الصحة اقول له عايزة نطلع الفريسيل بيطلع لك شهارة كده اسمها الفريسيل. للمنتج ده باسم العميل اللي انت هتطلعه. هتبعت له الشهنة دي. فهو بياخدها ويوديها للوزارة الصحة بتاعته. منك انت مع الورق اللي هو طلبه ده كله. يوديه وزارة الصحة. وزارة الصحة توافق له ان هو يدخل المنتج ده عنده. ويبقى هو المسؤول عن بيعه في البلد بتاعته بسبب انه هو معاه في ثريسيل ايات وعقد الوكالة الحصري. عقد الوكالة الحصري ده لو انت عندك حلقة عملية يعني هبعت لك العادي ده دلوقتي. لكن لو لسه يعني بتشوف. آآ ده يعني شاء الله باخر محاضرة. نتكلم عنه هتوريك يعني شكله عامل ازاي وايه الفرق بينه وبين عقد الوكالة العادي ولو مسلا طب انا مسلا هعمل عقد وكلا حصري طب انا عايزة يخش البلد دي بنفس او بمنتج تاني هعمل ايه ده كله حياتة انا اقولها ان شاء الله في اخر محاضرة خاصة. تمام? بس هنا ايه? ده فاكرة اللي انا هبيع مستحضرات تجميل فده الورقة اللي هتطلب مني بالضبط ايه. طيب. انا دلوقتي بتاع زيود طباية وعتراية. زيود وعتراية.